موسيقى 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 أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم نهاردة الجزء الثاني من المراجعة العامة بتاعتنا أتمنى أن تكونوا ذاكرتوا كويس ومستعدين معايا للريفجن بتاعت النهاردة زي ما نقولت لكم قبل كده أن دايماً أول بارد في المتحان بيقبلنا بيبقى معتمد على اللي هو مهارة الاستماع بتاعتكم طيب أول سؤال بيبقى دايماً مديني زي ما احنا شايفين كده نومبر وان نومبر تو نومبر ثري أنا بيبقى عندي في كل نومبر عندي تو ورد كلمتين بيبقى البرونانسيشن بتاعهم إلى حد كبير نطقهم قريب من بعض أنت هنا بتعتمد على أن أنت سامع كويس أو سامع صح مجرد ما التيتشر بيسمعك الكلمة أو بيقول الكلمة أنت بتعمل عليها سركل فلازم تبقى فوكسد قوي ومركز قوي نطق كل كلمة ومركز في البرونانسيشن بتاع التيتشر اللي بيمليك طيب أنا عندي في نومبر وان ووك انتوك طيب لو أنا قلت الوقت أنا عايزة أعمل سركل على تو يبقى which one the second one أوكي فن فاين لو أنا قلت أنا عايزة نعمل سركل على فن يبقى نومبر وان نومبر وان يبقى نختار نومبر دو طيب البرت التاني في الليسنينج عندي بيبقى عبارة عن conversation ودي في الغالب بتبقى عندنا في اليونتس بتاعتنا وبتعتمد على أنه بيشيل بعض الكلمات أنت بتسمعها بتسمع الهول conversation من التيتشر وتبتدي تملى الفراغات بالكلمة اللي أنت سمعتها أوكي أنا عندي الconversation كلها هنا مع بعض good morning Sarah good morning Hannah what space is it it's seven o'clock I am space me too can we space a snack sounds space يالن بتجي نقول الconversation كاملة good morning Sarah good morning Hannah what time is it يبقى الكلمة اللي نقص عندي time it's seven o'clock I'm hungry me too can we have a snack يبقى الورد اللي نقصينا هاد sounds good watch and watch طبعا هنختار what لأن كل الكلمات عندي verbs أفعيل what هي الوحيدة اللي question word هذا تستفهم طيب الورد اللي احنا نحطها أو الكلمة اللي احطها عشان نبدل بدل كلمة خطة اللي احنا اخترناها الكلمة هتكون ايه يا أولاد verb excellent طيب لازم أكون متأكد من اللي بتاع الفيرب اللي انا هكتبه مثلا هنا انا اخترت verb play okay number two I have spring summer winter and week طبعا زي ما احنا شايفين spring summer winter دول ايه they are seasons دول الفصول من فصول السنة وعندي كلمة week اسبوع طيب ايه الكلمة المختلفة of course week طيب هن replace it ب another word هنحط بدلها كلمة fall أو autumn okay number three I have salad drink meat and kebab طبعا زي ما احنا شايفين كده salad salata drink يشرب meat لحمة كباب كباب طيب يبقى الكلمة المختلفة عندي ايه excellent drink لان هي الوحيدة اللي فيربة عندي والباقي nouns طيب هنحط ايه بدلها أو هنستخدم ايه بدلها spaghetti طبعا اخترناه هنا لان دول اسماء اكلات okay طيب انت لو مش عارف تكتب spaghetti ما تكتبهاش اكتب cake اكتب rice اكتب اي كلمة انت متأكد من اللي spelling بتاع طيب عندي number four school museum ticket home school مدرسة ميوزيوم مدحف ticket تسكرة home منزل طيب اكل لها places كلهم اسماء اماكن except excellent ticket bravo yaولير يبقى انا عايزة دلوقتي احط كلمة بدلها ولازم الكلمة دي تكون place the name of place يعني تكون اسم مكان طيب انا هاختر ايه park لازم تختار كلمة متأكد من اللي spelling بتاعه number five انا عندي red blue green two اظنى دي سهلة جدا يبقى ال old word هتبقى two لان هي number والباقي كله colored يبقى الكلمة اللي انا هحطها لازم تكون لون من الالوان انا اخترت هنا brown طيب number six mother father doctor brother يبقى انا عندي هنا الكلمة المختلفة doctor excellent انا عايزة member of the family عايزة شخص يكون من الاسرة او من العيلة sister ممكن تحط aunt ممكن تحط uncle ممكن تحط grandmother grandfather الكلمة اللي انت عارف تكتبها number seven plane build chopped planted طيب كلهم verbs كلهم افعل accept yes accept plane طائرة يبقى انا هنا لازم احط verb طبعا احط اي verb يا ولادنا اخد بالنا عندي built في الباست عندي chopped في الباست عندي planted في الباست يبقى لازم الverb اللي انا هحط يكون في الباست made lemoned water juice and solid كلهم nouns بس انا بامايز هنا مبين اني عندي حاجات بتتاكل وحاجات بتتشرب انا عندي lemoned water juice دي حاجات مشروبات او حاجات انا بقدر اشربها لكن solid something to eat حاجة باكلها يبقى انا هاختار solid واحط اي حاجة تانية ينفع انا اشربها زي طبعا they are days of the week except كلهم ايام اسبوع معادة جون لانه شهر من شهور السنة طيب انا هحط الكلمة الجديدة او الكلمة اللي انا هحصلح بيها السنتنس بتاعتي لازم تكون يوم من ايام الاسبوع طيب انا عندي هنا breakfast lunch dinner دي الوجبات بتاعت اليوم بتاعي وعندي three number يبقى three هي الكلمة المختلفة نعمل عليها سركل طب هنحط بدلها ايه سناك سناك وجبة خفيفة twenty twelve fifty and fine they are all numbers except كلهم ارقام معادة fine طيب هنحط بدلها number five one ايه النامبر يكون سهل بالنسبة لها when shoes skirt jacket طيب انا عندي when يفوز shoes حزاء shirt sorry skirt جيبة وعندي jacket jacket كلهم طبعا اسماء ملابس except verb wind لان دي الوحيدة اللي فعل انا هحط بدلها dress ممكن هحط بدلها jeans هحط اي حاجة من الملابس اللي احنا بنلبسها وتكون انت عارفت تكتبها صح i have bus taxi museum and bicycle طيب bus taxi bicycle طيب بنسميهم ايه means of transportation دي وسائل انتقال او وسائل نال معادة عندي كلمة museum ده place فانا هحط دلوقتي circle على museum لان هي الكلمة المختلفة ولازم اختار حاجة وسيلة مواصلات اقدر امتقل بيها من مكان المكان فانا هنا استخدمت كلمة car بعد كده السؤال اللي بيقابلني سؤال choose و choose يا ولاد بيبقى دايما معتمد على الكلمات والgrammar مع بعض يعني لازم اكون انا عارف الكلمة اللي هاختارها ولازم اكون فاهم القاعدة اللي انا هاختار على اساسها الكلمة الانصر بتاعتي مثلا هنا في الفرست وان او في الفرست سنتنس انا عندي they وعندي between brackets عندي play played plays playing وcards yesterday طيب هي كلهم الفربي play في حالاته المختلفة في ال present وفي ال past وفي ال continuous انا هنا دلوقتي اختار which one انا واحد فيما اختاره that depends عن على او هيعتمد معايا على كلمة yesterday yesterday دي من ال words بتاعت ال past assembly بقى اذا انا لازم اختار ال verb في ال past form طيب which one in the past form مين verb في هنا في ال past play played plays playing هيبقى طبعا ال verb played اوكي لازم وانت بتختار تقرى ال sentence كويس جدا لان في الغالب هيدي لك كلمة تبقى تدي ال hint اللي هيساعدك ان انت تختار a right answer number two i'm thirsty hungry hot cold i want to eat طب انا عايزة اكل يبقى انا i'm thirsty عادشان ولا i'm hungry يعين i'm hot حران i'm cold بردان excellent i'm hungry شاطرين انا سامع الناس بيجاوب معايا طيب عندي what's up of for in breakfast خدناها كده في اول conversation what's a what's for breakfast when what how who will you do we will do we will go to the beach يبقى انا هنا بس الانصر عندي بتقول احنا هنذهب الى الشاطئ يبقى هنقول ايه when متى what ماذا how كيف هو من يبقى انا هنا الاجابة بتعتي بتحدد لي انا هختار any question word فيه او ايه question word فانا هختار كلمة what what will you do انتوا هتعملوا ايه we will go to the beach i'm thirsty hungry careful okay i need some some juice طيب some juice يبقى انا هشرب حيقة يبقى انا لو انا عايزة اشرب عصير يبقى انا لو انا عايزة اشرب عصير يبقى انا hungry i'm thirsty i'm careful i'm okay excellent i'm thirsty number six what's your fine favorite middle fun subject المادة المفضلة ليك ايه هنقول what's your favorite subject number seven they play playing are playing plays football now طيب انا عندي بردو زي السنتنس الاولانية عندي كلهم الverb play في كل حالاته في ال present وفي ال past وفي ال continuous طيب انا عندي هنا football now كلمة now دي هي اللي هتساعدني اختار the right answer طيب انا عندي now انا عرفت ان انا بتكلم عن present continuous something happens now يبقى لازم يكون عندي verb to be والverb plus ing يبقى انا هقول هنا they play لأ they playing هنجري نختار playing جبس عشان هنا فيها ing طب اوكي احنا نفتكر الرول كويس او يا ولاد انا قلت عشان نختار verb آخر ing لازم يكون في قبله verb to be am is are يبقى انا هنا playing مش اخدها طيب انا are playing yes هي دي a right answer يبقى they are playing football now number eight they will they will build belts building belt ascent castle طيب انا عندي برضو between brackets مديني ال verb build بكل حالاته طيب انا هختار اي verb فيهم هابص على they will طبعا احنا اتفقنا انه will دايما is followed by infinitive form of the verb او ال verb ستمنى دايما يجي بعد will ال verb في المصدر يبقى اي verb فيهم في المصدر يا ولاد هتبقى build excellent number nine how about some french french spaghetti french fries french salad french juice خدنا ايه french fries bravo طبعا معظمنا بنحب بيحبها فكلكم قلتوا الانصر بتاعتها bravo طب number nine i'm going to buy buying boot buys orange juice نفس الموضوع عندي ال verb buy بحالاته طب انا هختار اي verb فيهم طب انا عندي هنا بص على sentence او ال part اللي عندي جاي قبل ال brackets عندي i'm going to بعد نفتكر مع بعض the card is going to لازم يكون ابلاع verb to be m is r ولازم يكون بعد going to ايه ولاد بسمعه excellent infinitive form of the verb الفعل في المصدر طب يبقى عندي buy buying boot buys which one is the infinitive form buy يبقى i'm going to buy orange juice bravo يا ولد they played they played jokes they played stories they played cards sunrise bravo عليكو سامع الناس اللي تقول played cards بيلعبو كتشين i'm looking i'm look i'm looks i'm looked for the museum طيب احنا كدت لوحتي رؤون المفروض الناس سهلا معيه verb to be هو عندي i am عندي am يبقى الفرب بعدها هيكون plus ing يبقى هقول i'm looking for the museum انا ابحث عن المتحب what are you do what are you doing what are what are you is doing what are you does what are you doing ماذا تفهم سؤال في present continuous i'm eating i'm drinking i'm playing i'm reading ice cream طيب احنا هنا بص كوي انا عندي i am وبتوين براكتس كل الـ verbs طبعا جاي اخرها ing هو وفر للقاعدة كده ان اام هيجي بعدها بلاس ing لينده present continuous اوكي طيب بعد بقى ما خلصنا البتوين براكتس لقينا ice cream طيب ice cream هيجي معها ويتش برب يا ولد هقول i'm eating ice cream i'm drinking ice cream i'm playing ice cream i'm reading ice cream super i'm eating ice cream ده البرب المناسب مع ice cream they are thirsty هم اتشانين با they are going to have some اتشانين هاي اغدو ايه some juice some spaghetti some eggs some french fries هاي لين some juice let me helping help helps helped you mom دي sentence جايلي من الconversation بتاعتي طيب نفتكر كده مع بعض after let او let me اللي هي اسمحيلي لازم نستخدم البرب في infinitive form لازم البرب يكون في infinitive form let me helping no let me help yes هو ده البرب في infinitive form طيب number 16 did she watch it watches watching watch the sunrise ناخد بالنا السؤال عندي بادي بدت احنا اتفقنا السؤال بدت يبقى البرب بعدها بعد السبجكت لازم يكون في infinitive form تانية ولا السؤال بادي بدت بعدها السبجكت she did she بعد السبجكت لازم هحط البرب في infinitive form يبقى did she watch the sunrise did she watch the sunrise تركزوا في rules دي كويس او يا ولادة قبل ما تحلوا طيب بعد كده عندي he is عندي هنا he is is طبعا verb to be is followed by verb plus ing هايل طبعا عندي meeting taking going eating to ride the bus colomb verbs ends with ing colombian طبعا البرب المناسب مع to ride the bus يبا هي is going to ride the bus he wants to eat barbecued fries chicken fried pizza excellent chicken دي كانت جملة سهلة i hung up انا علت the clothes table groceries candy ايه الكلمة المناسبة مع كلمة hung up hung up يعني علا excellent clothes what did she what did she do does did doing last night هي عمل التقيلة للي فاتت عندي سؤال بدي بوات ومعايا did as a helping verb بعدين السبجكت يبقى لازم ييجي مدام عندي did في السؤال انا اختار الverb في الانفينتف فورم يبقى do what did she do last night wake up wake up wake on wake in wake at mona it's time for breakfast wake up mona excellent you let we go to the beach in بنذهب الى الشعطي in the summer in winter in fall in spring because it's hot because it's hot هو وضح لنا الجو بيبقى حر يبقى فين او امتى in summer what about what kind what time what is of juice do you want what kind super يا ولاد طيب عندي هنا بعد كده السؤال اللي بيقابلني اللي هو الباسيج وقلنا الكمبرهنشن دي بتبقى او ده سؤال جديد علينا ومعتمد بالنسبة كبيرة جدا يا ولاد على الوردس اللي عندك كمية البوكابيولاري اللي انت حافظها ليه مجرد ما هتفهم السنتنسز الموجودة عندك هنا انت هتقدر تحل صح يبقى انا لازم دايما اعمل updating للوردس اللي انا حافظتها دايما اعمل لها revision اوكي طيب الكمبرهنشن عندي هنقراها سوا واحدة واحدة وبعد كده نبتدي نبص على الاسئلة بتاعتها احمد is in primary five he eats his breakfast at home he eats his breakfast at home then then he goes to school بعد ما بيتناول في طرو في البيت بيروح المدرسة he likes kebab and spaghetti he likes kebab and spaghetti he doesn't eat beef burger he doesn't eat beef burger or french fries he likes drinking lemonade he likes drinking lemonade his brother amr يعني اخوه اعمر بيحب ال green salad الصلاة الخضرة والبيرجر they go to school by bus they do their homework at seven o'clock they do their homework at seven o'clock كده قرينا الجمل كلها قرينا الكمبرانشن على بعضها نبتدي نبص على الاسئلة عندي two parts من الquestions here الاسئلة عندي بتبتدي بان انا عندي اول ثلاث جمل بقراهم وبختار لو السنتنس دي صح بعمل circle على true لو الجملة دي غلط بعمل circle على false طيب نبص كده على الفيرت سنتنس عندي احمد is in primary six احمد likes drinking lemonade amr likes green salad and burgers يلا نرجع للسنتنس الاولى اللي هي بتقول احمد is in primary six هو احمد في primary six يولا false اوكي يلا احمد likes drinking lemonade يبقى true amr likes green salad and burgers true هيلين طيب نبص على البرت التاني من الquestions بيعندي two questions انت هتجاوب عليهم بفول سنتنس باجابة كاملة طيب الاسئلة عندي how do aحمد an'am go to school ازاي هما بيروح المدرسة according to the passage نبص كده كويس they go to school by bus طيب number five when do aحمد an'am do their homework بيعمل الواجب بتاعهم امتى they do their homework at seven o'clock بعد كده عندي سؤال الريارينج يلا نتحرك للبورد ونشوف الريارينج مع بعض اظن انتوا دلوقتي كلكم بايتوا ممتازين في الريارينج عندي number one are you eating what اوكي يبقى what are you eating number two swept I floor there انا هبتدي هنا يولاد بI يبقى I swept the floor for looking a museum the يبقى I'm looking for the museum sentence number four are going you what to have you must start with what باركدا excellent what are you going to have about how juice some orange how about some orange juice my english favorite subject is my favorite subject is english and the sentence d عايز اقولكم ان هي معينا من grade three تقريبا اوكي فاحنا لما جبها النهاردة انت مخطاش مباشرة ان السنة دي بس سهل ان انت تجبها mona two stories listens يبقى هنقول mona listens to stories will she a haircut have يبقى هنقول she will have a haircut am i to going a friend visit haylene i'm going to visit a friend she what did do last week what did she do last week they cotton are eating candy they are eating cotton candy park where the is where is the park cook he did breakfast did he cook breakfast هل هو طبخ او جاهز الفطار me let you help mom sentence game conversation سهلة جدا let me help you mom didn't do she laundry the she didn't do the laundry دي كانت نهاية نرجع تاني ونكمل الاسئلة اللي معانا النهاردة والسؤال البعد كده دايما بيبقى البنكتويت يا ولاد طيب سؤال البنكتويت انا دايما ببقى حريصا نقول لكم احنا دايما ناخد بالنا كويس او ان انا ببتدي capital letter وعندي حاجات لازم ابتدي فيها اللتر الاولان يكون capital زي اسماء الاشخاص اسماء المواد الدراسية اللي احنا بننرسها اسماء الاماكن احيانا هو بيديني اول letter capital طب يبقى انا محتاجة اركز كويس قوي sentence ناقصها ايه ممكن يكون محتاجة انا احط full stop او question mark في اخر sentence ممكن يكون ناقصها apostrophe او common كل ده انا لازم اكون جاهز ومفكر فيه كويس جدا عشان ابقى عارفة انا احط ايه او ايه اللي ناقص في sentence طيب ده اخر سؤال معي النهاردة فعايزاكوا تبصوا عليه كده بسرعة وتركزوا وتقولوا لي ايه الانصر اللي هتبقى او الاتمز اللي انا محتاجة اغيرها فيه عندي first sentence احمد met me at the park yesterday طبعا زي ما احنا شايفين اول letter small احمد عمله a small وفي الاخر مش حطت اي حاجة خلص ولا full stop ولا question mark اذا انا محتاجة هنا اغير الاتم اللي في اول sentence واشوف انا حط ايه في اخر sentence احمد يبقى تبقى a capital ودي sentence هحط full stop اوكي is english your favorite subject هو ابتدى بcapital letter في is طيب انا كده محتاجة اركز كويس اوي انا عندي is english your favorite subject هل انجليز اللغة المفضلة بتاعتك طيب الانجليز هنا مادة دراسية وحنا اتفقنا ان ال subject او المواد الدراسية لازم تبتدي بcapital letter طيب انا هنا ده سؤال ولا جملة sentence or a question question يبقى انا لازم احط في الاخر we will put question mark is english your favorite subject انا هنا غيرت احملنا capital وفي الاخر حطينا question mark طيب number three نادية انعلا are in a swan هنا هغير ايه هاي لينيا grade 5 هنبقى نادية انعلا علا starts with capital o واسوان starts with capital a طيب هاي لين لدينا اسم مدينة لازم تبتدي بحرف capital what we study english on monday هو مديني او letter we capital والانجلش مادة دراسية بادي بcapital في الاخر الاخر عندي on day يوم من ايام الاسبوع لازم يبتدي بcapital letter طب is it a sentence or a question دي sentence جملة ولا سؤال دي sentence يبقى حط full stop no we don't have a car no we don't have a car هنغير ايه هنا اللي هيقولها لي بقى super طب انا هقولها لكم after yes or no يا ولاد دايما بعد yes ونو لازم نعمل comma خلاص فانا عندي هنا no عملنا comma we don't عندي طبعا عندي اختصار لnot فهنحط الابستروفي do you want some juice do you want some juice is it a sentence or a question هيلين it's a question يبقى هنعمل دي capital ونحط في الاخر we will put question more سلوز father works in giza نايصة هنا excellent الابستروفي اللي هي بعد سلوز اللي هي سلوز الابستروفي دي يا ولاد اللي هي السل ملكية يعني والد سلوز works in giza طبعا ده اسم مكان فاناعمل ال g capital number 8 what are you going to do ده sentence or question it's a question طبعا ال w تبقى capital ونحط في الاخر question mark دي كانت نهاية الاسئلة بتاعتي النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم منها وعندي طلب او تقدروا تعتبروا رجاء يعني انا محتاجة ان انتو كل واحد فيكو ما يكسلش على المراجعة يبتدي يجيب اليونت من الاول لان دي كانت general revision واحنا ماشيين في ال revision وفي الاسئلة اكيد اكيد كل واحد فيكو عارف ايه ال part اللي هو مش عامل عليه focus كويس او ايه ال part اللي هو ضعيف فيه يبقى انا لازم اروح على اليونت اللي انا حسيت ان انا مش عارف احل الاسئلة بتاعتها سواء في الجرامر او سواء على الكلمات وابتدي اذاكرها كويس او ايه اوكي وبعد ما اذاكرها اعمل ايه ابتدي امرن نفسي على اسئلة تانية بخصوص اليونت دي عشان انا اكيدة بقى سبت كل المعلومة بتاعتي وان شاء الله يبقى اداء كويس في اي سؤال انت تقابله دي كانت نهاية الحلقة بتاعتي النهاردة see you next time اتمنى المرة اتكونوا مستعدين لليل فيجن بتاعتي و stay well and safe و good boy